السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوة جميعا معكم اخوكم محمد الشميري من شركة كالك ورحب بكم. بهذا الفيديو بنشرح لكم احدى اعمالنا على اه تطبيقات الاندرويد بشركة كالك للبرمجيات والحلول المحاسرية. تطبيق المتصدر للصيدريات. هذا التطبيق يمكنك من اه تنظيم عمالك لطلبات الزبان. فمن خلال هذا التطبيق يتمكن العملاء من طلاب الادوية واستلامها من خلال تطبيق المتصدر. هذه هي واقهة تطبيق نقوم بتسجيل الدخول من خلال حسابنا على جوجل. وبعدها سنقوم بالذهب الى واقهة البيانات الخاصة ببروفيل. نقوم بتعبية المدخلات الخاصة بحسابنا. نقوم بادخال كافة هذه التفاصيل. نقوم بادخال رقم تليفون ورقم الواتساب. وايضا ادخال المدينة. واختيار صورة البروفيل. وايضا اختيار نوع الحساب سواء كان عميل او صيدليا. بعدها نقوم بعملية الحفظ المدخلات بالكامل. طبعا في حاليا عندي ثلاث تبويبات. تبويب جديد وتبويب ملغية وتبويب جاهزة. في هذه التبويبات تظهر الطلبات الخاصة بسواء كانت طلبات قيدة او ملغية او قديدة. في هذه القائمة لدينا مجموع من اختيارات. من ضمنها عندنا نقاط الخدمة وهذه الميزة تممكنك من استلام طلبك من احدى نقاط البيع المتعاملة مع الصيدلية. ايضا في عندنا الايداع الى حسابنا وهنا ستجد الحساب البنكي الخاص بالصيدلية الايداع فيه. ومن ثم استلام الطلب. اه هنا نقوم بانشاء طلب قديد نختار اسم الدواء او اختيار المادة العلمية وتعبيات بقية المدخلات بيدخال اسم الدواء او ادخال اسم المادة العلمية. وايضا ادخال بقية التفاصيل الاخرى. مثلا ساقوم بيدخال انا ايضا هنا. اسم الدواء مثلا اه اديفاس اللي هو الدواء الخاص بمرضى الضط. وساقوم بيدخال الكمية اه اثنان. بعدها الشكل الدوائي. مثلا تدخل انت حبوب او حقان او شراب. انا او ممكن نعمل مباشرة ارسال الطلب. ونعمل ارسال للطلب الان. ساقوم الان بارسال الطلب. تم ارسال الطلب الان. نقوم بالذهب الى التبويب جديدة. طلبات جديدة. وستجد الطلب الخاص بك في التبويب الخاص بك جديدة. عند القيام الادارة بالاطلاع على طلبك ومتمام رسلتك للاداع واتمام عملية الدافع. سيتحول طلبك من حالة جديدة الى حالة جاهزة. بامكانك ايضا عمل حذف او الغالي الطلب. بالضغط المطول على الطلب. التطبيق هو بمثابة تطبيقين في تطبيق واحد. هو تطبيق خاص بالادارة وتطبيق خاص بالمستخدمين. اه تطبيقين في تطبيق واحد. بامكانكم تقوم بطلب التطبيق او مشروع الصيدلية او طلبات الادوية. بالتواصل معنا لدى شركة كالك في القمهوري اليمنية محافظة تايز. كان هو التواصل معنا على البريد الالكتروني او الواتساب لطلب المشروع الخاص بكم. اتمنى لكم الفائدة والتطبيق ان شاء الله في امان الى ام.